المؤتمر العام للشباب نتيجة سيطرة قوى سياسية معينة عليها ومحاولتها فرض وصايتها على المكونات الأخرى لتتفجر تلك الخلافات وتفرض نفسها على الواقع السياسي قبل أن تتخذ غالبية المكونات قرارا بحل اللجنة اللجنة المنحلة اتهمت رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بازدواجية المعايير في تعامله مع عضاء اللجنة وعدم الحيادية والتحدث باسم حزب معين والسعي الاستنساخ لجنة بديلة للمكونات المنحلة أولا طبيعة الخلافات التي نشأت هي خلافات حول قضايا رئيسية مبتدئة بمسألة المحافظات التي اختلفنا نحن والأخوة في مكونات المنسقية العليا حولها كان الاتفاق بأنه تشكل لجانة التحضيرية بواقع واحد واحد لكل طرف سياسي لكن فوقينا انه الاخوة بعد انوافقوا على هذه الالية وتوافقنا عليها انتقلوا الى مرحلة اخرى من رفضهم لهذه الالية من خلال نزولهم للمحافظات التشكيل اللي كان في بعض المحافظات التي نزلوا وكانوا هم المشرفين فيها واعلانها دون من رقوع للجنة والزقب منتمين الى مكوناتهم على اساس انهم مستقلين المكونات التي اعلنت حل اللجنة هددت بمقاضات رئيس الوزراء ووزيرة حقوق الانسان حورية مشهور في حال استمرارهما في مخالفة القانون واصرارهما على صرف اية اموال جديدة باسم اللجنة نحن رفضنا لقائنا برئيس الوزراء بسبب انه خالف ما اتفقنا عليه رئيس الوزراء قال لنا انا انظر الى الشباب كابل الجميع وستعامل مع الجميع من هذا المنظور ونحن قلنا له صراحة انت يظهر من تصرفاتك انك تمثل فيار محدد وهو تجمع اليمني للاصلاح لكننا فوجئنا برئيس الوزراء عندما اجتمع ببقايا اللجنة او ما يمكن ان نسميهم بمجموعة الدروع المائة المليون هناك دفعها الان على مكتب رئيس الوزراء وهي 25 مليون جاهزة للتوقيع عليها لتصرف التجمع اليمني للاصلاح لمجموعة الدروع حتى يطبعوا دروع جديدة ويقوموا بتوزيعها على بقية المجرمين نحن حملنا رئيس الوزراء المسئولية وسنقوم برفع قضية في نيابة الاموال العامة لاسترداد ممتلكات اللجنة التي حليناها ولوقف اي تصرفات جديدة ولوقف صرف اي مبالغ قادمة الخلافات بين اعضاء اللجنة قديمة بطابعها منذ تشكيل اللجنة بعد ان غلبت المحاصصة السياسية عليها لكنها طفت الى السطح بعد سعي حزب الاصلاح للاستحواذ على مكونات الشباب المستقل وممثلي المحافظات الجنوبية اهم طبيعة الخلافات اولا عدم قبول الاخواه بتمثيل حقيقي وعادل لابناء المحافظات الجنوبية بالحراك الجنوبية هذا كان هو السرب الاخواه الشراء كان في اللجنة اللي هما من تجمع المحافظات الصلاح وبعض الناصرين فرفضوا القبول بمشاركة الابناء المحافظات الجنوبية سوى بعض اشخاص حزبيين هذا هو كان لب الخلاف ايضا اعلان موعد غير متفق عليه المؤتمر الوطني المؤتمر الشباب من بدري لم نكن جمعين عليه هذا كانت خلافات مبدئية معركة اللجنة المنحلة مع بقاياها المدعومين من باسوندوا وحوريا مشهور لن تتوقف فقد عزم الشباب على تشكيل لجنة تحضيرية جديدة تنتصر لقضاياهم وقضايا الوطن تنتصر لقضايا المحافظات الجنوبية